اهلا بحضراتكم في هذه التغطية بتعتبر ازمة تغير المناخ من اكبر الازمات اللي بيعاني منها العالم في الوقت الحالي واللي مش بس بتأثر على الفاقومات والدول الاقتصادية فقط ولكن ايضا بتؤثر سلبا وبشكل مباشر على حياة الملايين من الاشخاص وعلى عدتهم اليومية سواء من التغذية والرفاهية مع بداية فصل الشتاء وبداية محب التزلج في الاستعداد للخروج لممارسة الرياضة المفضلة لديهم اصبحوا لا يستطيعوا الاستمتاع بالثلوج وخاصة في منطقة جبال الالب اللي بتعتبر من الاماكن المفضلة لقضاء موسم الشتاء حتى انهم ارتفاع درجات الحرارة العالمية تسبب في نقص الثلوج وذوبان الانهار الجليدية وهو ما يعكر مزاج محب التزلج وتسلق القمم خاصة بعد وقوع عدد من القوادس بسبب ذوبان الجليد وصفت صحيفة انفوباي الارجنتينية جبال الالب بانها جنت المتزلجين وتعد سلسلة الجبال الواقعة في وسط اوروبا والتي بتعتبر واحدة من اكثر مناطق التزلج السياحية في العالم كونها اكبر منطقة على كوكب الارض مخصصة لهذه الرياضة مع اكثر من 6000 كم من المنقدرات ومع ذلك يمكن ان يعرض تغير المناخ هذا المكان للخطر هل نقول لحضراتكم ان قلة الثلوج كان لها اثر خطير للغاية حيث تم الغاء سبع احداث تزلج في بداية الموسم بسبب صيف شديد الحرارة وده في اطار اصلاح وتعزيز السياحة في جبال الالب واتخذت السلطات تدابير للحفاظ على الثلوج وتم توطية نهر الرون الجليدي في سويسرا بقطعة كماش لمنعه من الزوبان بسرعة كمان منطقة اوكسفان توقعت ان تغير المناخ هيأثر على اسعار الثلع الاغذائية بحلول عام 2030 حيث ان اسعار محصيل الزرة متوقع ان تزيد بنسبة 177% والقمح بنسبة 120% والارز بنسبة 117% مع الاخذ في الاعتبار نسب التدخم الحقيقة كمان ان تغير المناخ اثر على عادات النوم وده بحسب دراسة جديدة قدمها باحثين من الدنمارك والمانيا الى ان ارتفاع درجات الحرارة بيؤثر سلبا على الراحة الليلية على مستوى العالم كله كمان وجد العلماء ان الناس اللي بيناموا اكثر عندما تكون درجات الحرارة الخارجية اقل من 10 درجات مقوية فوق هذا الرقم بيزداد احتمال النوم اقل من 7 ساعات ولما بتتجاوز درجة الحرارة الخارجية 30 درجة مقوية بيفقد الناس ما معدله 15 دقيقة من معدل النوم كل اليلة كمان تغير المناخ اثر بشكل كبير ومباشر على عشاء الاهوة في العالم كله وده بعد تعرض البن الانخفاض في الانتاج وكمان الارتفاع في الاسعار بسبب موجات الجفاف اللي عانت منها الدول المنتجة للبن وعلى رأسهم كولومبيا والبرازيل وفي توقعات بزيادة الاسعار مرة تانية في عام 2023 ولكن بنسبة اقل من العام الماضي عام 2022 في الحقيقة التغيرات المناخية بتأثر على كل حاجة في حياة البشر سواء عددهم الغذائية او ممارسة الرياضة او حتى المحاصيل الزراعية اللي بيقدروا ان هم يحصلوا عليها من التربة ومش بس في مكان معين ولكن في مختلف انحاء العالم بنتمنى ان العالم كله يجد حل لهذه المشكلة في القريب العاجل بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابعة